اشتركوا في القناة فهي في الثقافة العامة له وجذورها ضاربة في اعماق الضمير الجمعي على ضفاف الوطن الام في قلب العالم بتواصيفها السماوية والنخل باسقات لها طلع نضيد من هنا وفي مقر جامعة الخليج العربي بالمنامة انطلقت اعمال المؤتمر الدولي الاول للوقاية المتكاملة لنخيل التمر والذي تنظمه المنظمة الدولية للمكافحة الحيوية والوقاية المتكاملة بالاشتراك مع جامعة الخليج العربي والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وسط مشاركة دولية عربية واسعة هؤلاء الأخبة هم مهتمين في قطاع النخيل وكذلك في دراسة الأهم الآفات التي تصيب النخيل وإيجاد الحلول المناسبة طبعا الاستفادة من المؤتمرات هذه أن نحن نسلط الضوء على الجهود المبذولة في كل مجاله يهدف المؤتمر للتوصل إلى أحدث الوسائل العلمية الحديثة للوقاية المتكاملة لنخيل التمر جراء ما تتعرض له النخيل من آفات متنوعة حيث ناقش المؤتمر طرق المكافحة المختلفة لآفات النخيل بالتقنيات الزراعية والحيوية والكيميائية إلى جانب استراتيجية الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات وبدائل المبيدات الكيميائية أشارك في هذا المؤتمر في ورقة علمية عن المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء في فلسطين باستخدام أعداء حيوية تم عزلها من جامعة فلسطين التقنية ومناطق فلسطينية حيث نعاني مشكلة حقيقية مع سوسة النخيل في فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة لما تحدث من ضرر شامل وكامل لصناعة التمر أنا اليوم هتكلم عن مرضين غير موجودين أصلاً في منطقة الخليج وهذه المرضين حقيقة هددون النخيل فلو دخلت هذه الأمراض بطريقة أو بأخرى إن شاء الله أنها متكم موجودة هتسبب شوية زي ما سببت مشاكل في سوسة النخيل الحمراء الداخلة علينا في 85 هتسبب لنا مشاكل أخرى وهذه المرضين مثل مرض البيوض الموجود في المغرب ومرض آخر اسمه ليثليالو الأصفر القاتل على النخيل موجود أيضاً في كاليفورنيا وفلوريدا وأيضاً موجود في أفريق فحنا نحاول أن ننور المزارعين وننور الناس المختصين في هذا العلم أن هذه المرضين نحاول نعملها كارنتينة أو الحجر الزراعي النباتي الموجود في محطات مثل المطارات أو الموانئ أو المحطات الحدودية بحنا يكون هناك نوع من أنواع الفحوصات بحيث أن ما تدخل أي نخلة رغم أن القوانين موجودة في الجي سي سي تحث على عدم استيراد أي نوع من النخيل ما عادت تمر في سياق متصل تمت الإشارة إلى الجهود التي تعمل عليها جامعة الخليج العربي في الاستعانة بتقنية الاستشعار عن بعد في رصد مناطق انتشار الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وتحديد النخيل المصاب إلى جانب الدراسة الأخرى التي تعدها جامعة الخليج العربي حول العلاقة بين الكائنات الحيوية الدقيقة المتعايشة في حشرة سوسة النخيل الحمراء بهدف الحد من فعليتها إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين